استضافت جريدة الأهرام حفلة توزيع جوائز مصابقة أصوات من السماء لأجمل الأصوات حفظاً وترتيلاً للقرآن الكريم والإنشاد الديني شارك في هذه المصابقة 1600 متسابق من مختلف المحافظات من الرجال والسيدات والأطفال وعدد من دوي الهمم وتتنوع الجوائز ما بين شهادات تقدير ومبالغ مالية رمزية نحن النهاردة بنشارك المؤسسة العريقة مؤسسة الأهرام في الاحتفال والاحتفاء بأولادنا المتسابقين الفائزين في مصابقة القرآن الكريم وده شيء طبيعي مصر دائماً وأبداً وكل المؤسسات الوطنية دائماً وأبداً بتسعد بتشريفي وتكريمي مثل أمثال هؤلاء الفائزين أنا قدمت من خلال الإنترنت وكذا حد من الأصدقاء أعرض علي أن أنا قدمت المسابقة وقدمت في فرع الأصوات الحسنة والحمد لله ربنا كرمنا وطلعت المركز الأول الحمد لله يعني أنا الحمد لله حصلت على المركز الثاني في ترتير القرآن الكريم طبعاً يعني أنا بعد ما سمعت الأصوات النهاردة يعني أتمنى الحاجات دي تكرر كتير جداً وفعلاً من أسعد أيام حياتي بالأصوات اللي أنا سمعتها النهاردة والحمد لله ربنا كرمنا النهاردة والمركز الخامس بإذن الله كان احساس النهاردة ان انا تشرفت بضيوف الكرام وكانت فرحة لا تقدر بثامن والله ان انا اجي هنا مع اهل القرآن واهل الناس اللي في الازهر انا كسبت في تلاوة الازان والله اشكر كل اللي كانوا موجودين والله واصوات ده الجميل والله طبعا اليوم انا حصلت على المركز الخامس مسابقة اصوات من السماء طبعا تحت رعاية الدكتور خالد انديل نشكره طبعا ونشكر القائمين على هذه المسابقة